اشتركوا في القناة 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 على الأقل اللي أخدوا أجازة استشفوا شوية الإصابات اللي كانوا فيها على الأقل نبدأ الموسم الجديد بفترة أعداد بأحمال بدنية يعني كويسة اللي هي بتقدر تشد حلقة في الملعب شوية أنا شايف أن طبعاً الدور الموسم الجاي أو الموسم المحل لفترة الجاي لازم يكون فيه تصبيت شوية في المسابقة أنا شايف أن الضغط اللي كان موجود ده أثر على مش النادي القلي بس على كل الفرع على منتخب مصر ما أخذناش أي بطولة ولا في الأندية ولا في التعافة فطبعاً ده حاجة يعني كتوحشة جداً بالنسبة لمنتخب مصر أخذش أفريقيا أنا دي الأقلي ما أخذش أفريقيا كان وصل نهاية وخسر متخب مصر وسل نهاية وخسر وصعد ناشكس عالم فأنا شايف أن إخفاقات الكورا مصرية فترة حزينة الحقيقة آه طبعاً السنة الفاتمة كان موسم للنسيان للكورا مصرية كلها وطبعاً ده ما نتمنوش وجي مش دي مكانة الكورا مصرية خالص نهاية الأقلي بطل أفريقيا آخر سنتين كان طبعاً بيسعى للقب الثالث على التوالي منتخب مصر ما أخذش أفريقيا من 2010 حاجة طبعاً كانت صعبة جداً فأنا شايف أن لازم يكون فيه تصبيت في المسابقة أنا شايف أن الدور الدوري يبقى من دور واحد فكرة الاستعانة بخبرات أجنبية زي ما حصل في ملف التحكيم وجلب تلاتنبرج وزي ما حصل مع المنتخب الأول ومنتخب الأولمبي كمان جلب مدراء فنيين من برازيل يعني فكرة الاستعانة بالخبرات الأجنبية لأي درجة شايف أن هي حتكون مفيدة مع منتخب مش مع فريق سي ما هو الحال في المنتخب مصر يمكن التعاقد طبعاً مع البرتغالي روي فيتوريا طبعاً المدير الفني المنتخب الأول هو تعاقد مهم لأنه مدرب كبير وليسي بي محترم وكمان التعاقد ربع سنين مش سنة أو سنتين فهو مشروع الكورا المصرية هو مدرب كويس بيتابع الدوري بيتابع كل اللعيبة بصمته ويقدر يطور الكورا المصرية ويعمل من اللعبة الموجودة أو من جيل الحال يعمل بهم إنجازات ويقدر يطور في مستواهم ويخلي في قعدة لمنتخب مصر موجودة السنين اللي جاية نفس الموضوع لمنتخب أوليمبي طبعاً البرازيلي ميكالي طبعاً اللي واخد طبعاً مع البرازيل زهبيت الأولمبياد طبعاً مدرب كبير مدرب معروف في القطاعات اللي هي النشئين أو الشباب منتخب الأوليمبي طبعاً فأعتقد إن الخطواتين كانوا مهمين جداً لتطوير الكورا المصرية لكن بالنسبة لكلاتنبرج أنا بصراحة مش متفاقل خالص لأن كلاتنبرج ما ننجحش في السعودية كلاتنبرج كان تجربته كمطور للتحكيم في السعودية ومشي هناك بفشأ يعني إن كان عندهم مشاكل تحكيمية في السعودية أكيد هي لا تقارب بكوالة المشاكل اللي نعاني منها زي ما حدثتك قلت لكن للأسف كلاتنبرج لما رحل السعودية كان أبرز الحكام اللي كان موجودين كلهم وأوروبيين ما كانش فيه حكام السعودية هو مطورش التحكيم هناك أنا مشوفناه حتى فشل ومشوه فنحن إن إحنا نجيبه نتعاقد معنا ما كنتش شايفينه ده يعني تقصتك إنهم مشوه عشان هما مش محتاجين تطوير طب يجبوه لي لا مش محتاجين تطوير هو ما ننجحش في المهمة هو كل اللي عمل إنه هو جاب حكام من أوروبا يديره أهم المشاكل طب شوية القرارات اللي هو خدها أو يعني الالتراك اللي قال إن إحنا لازم نمشي فيه الفترة اللي جاية واللي بيشمل يعني كتير من الأمور المهمة اللي لازم تتعامل مع كل حكامنا ممكن برضو يبقى لها نعكاسات طيبة أنا شايف إن في مصر منظوم التحكيم فيها مشاكل كبيرة جداً ومش من دلوقت يا رفكرة من سنين كتيرة جداً سيحة تفقمت قوي وبقت مفجأة دي حقيقة وممكن كمان في وجود الفار المفروض يكون فيها عدلة تحكمية لكل الفرق مش لأن ديع بعينها طبعاً وطبعاً ده العانى منه يعني النادي الأهلي السنة دي في أكتر من مباراة لكن أنا شايف إن منظوم التحكيم محتاجة يعني زي ما بيقولوا إيه إعادة ترتيب من الداخل مش بس إن نشوف حكام جديدة لازم نشوف دور التدريبية للحكام كبيرة جداً على مستوى دولي الناس تسفر بره تعمل معايشة نشوف الحكام بتتعاملوا إزاي بره إن هي من ضمن الخطة أو يعني ضمن تفاصيل خطة كبيرة محاطتها كلاتنبرج المفروض إنه يكون مع كلاتنبرج لأنه لكن أنا أنا شايف إن كلاتنبرجي بيجتمع بنفس الوشوش اللي موجودة قبل كده اللي هما برضو كان عندهم مشاكل والأنديكة بتعترض عليهم نفس الحكام أنا شايف إنه لازم يكون فيه وجوه جديدة لازم يكون فيه تطوير لمنظوم التحكيم مش بس يعني زي بنقول إيه بنزبط حاجات كده وخلاص أنا شايف إن موضوع أكلتنبرجي ده أنا مش متفايل بيب صراحة طيب الموسم ده أو النسخة دي من الدوري تعالا حيت شوية قضاي الكرة المصرية الأهلي والزمالك مين أكتر الفرق اللي لفتت نظرك وشايف إنه إن شاء الله الموسم اللي جاي عادي حتنافس وبمنتهى القوة مع الأهلي والزمالك أنا شايف إن نادي بيراميدز كان كويس جدا صراحة يعني بيراميدز قدم دوري كويس جدا أدłbym نسخة كويسة مستوى كان فنيين كويس جدا عنده وقطاع من الله بنسبوع علي وثابت على الأهلي والزبط بالزبط solvinginy على مده الملك أخذ الثاني خلف النادي الزمالك، يمكن أن يقدم بطولة جيدة جداً. أنا أرى أن العناصر اللي عنده في الفريق، سواء الإحتاطين أو الأسيين، اختاروا عناصر جيدة مع المدير الفاني طبعاً الجديد اللي جاءه تاكيز جونياس. لكن هو كفريق، هو أقدم مستوى كويس ككورة. أنا أرى برضو أن سيراميك كولوباترة كان فريق كويس جداً بيقدم كورة حلوة. طلع الجيش مع كابتن طريق العشري في الفترة من ساعة مميسك قدر يعمل نتائج كويسة جداً من أنجح المدربين اللي عملت نتائج في آخر الدوري من ساعة مميسك طبعاً. فأنا شايف دي أبرز الفرق اللي عملت نتائج. وفي المقابل فيه بقى يعني إيه مش عارب فيه فرق العادي بتاعها نيق أقوى وأعلى من كده بكتير ومشفناش ده الموسم ده. مثلاً المصري حتى الإسماعيل اللي هو برازيل الكرة المصرية يعني تراجع رهيب للأنداية الشعبية والأنداية الجماهيرية تراجع عريب جداً في المستوى بنشوف أنداية الشركات وأن المؤسسات بيتتفوق عليها في الجدول ده بيرجع لأوامل كتير جداً. أنا شايف برضو التمويل ده برضو مهم جداً. الفرقة تابعاً دي عندها يعني موارد مالية الأندداية الجماهيرية بتعاني. زي نادي الإسماعيلي كان بيصرع على الهبوط لحد ما عاد في الدور كان طبعاً ده حاجة صعبة. يعني يصعب على الواحد إن فريق زي الإسماعيلي اللي كان طول عمره ملء العين والسمع والأبصار زي ما بيقولوا بيصرع على الهبوط. يعني توجع قلب الواحد اللي متعود يشوف الإسماعيلي والمصري والاتحاد السكنداري والفرق العريقة اللي زي كده سبت على مستواها على كل الأحوال. اللي حصل ده مجرد فتح كلام. بقية الكلام إن شاء الله هتكمله بمجرد ما نرجع من الفصل ده. خليكم مرة. أهلا بيكم مرة تانية. اتكلمنا لغاية دلوقتي مع الأستاذ علي البحيري الناقض الرياضي اللي بنوّرنا في حلقتنا النهاردة. اتكلمنا عن ماتش مبارح بين الأهلي والإسماعيلي. وكلمنا بشوية تفاصيل كده عن الدوري المصري في النسخة دي أو الموسم ده عامل إزاي في رأيه أو من وجهة نظره. تعالوا بقية نفتح ملف الدوري الإنجليزي البريمير ليج اللي هصبح ليه عشاق بالملايين في مصر. طبعا نتيجة بصفة خاصة يعني محمد صلاح وجوده في ليفر بول اللي كانت بدايته مش موفقة قوي. واللي لغاية دلوقتي بيمره مرحلة نزيف نقاط هو الصراع ابتدى يشتعل مبكرا في الدوري الإنجليزي. على حد علمي أن حاليا أرسنال هو اللي في الصدارة يليه توتنهام ثم منشستر سيتي. فشايف الدوري الإنجليزي الموسم ده عامل إزاي؟ وشايف ليفر بول عامل إزاي؟ يمكن السنة دي الدوري الإنجليزي ممتع جدا. شايفه منافسة بدأة بدري جدا في نتائج مفاجأة. في تطور الأندية كلها حتى الأندية السعادة زي برينتفورد. شايف النتائج بالنسبة لليفر بول كات مهزوزة. طبعا التعادل في أول مباراتين طبعا ده أمر صعب جدا على ليفر بول وعلى مدربه يورجون كلوب. يمكن النهاردة شايفين أو فيه مباراة مهمة جدا ليفر بول ومانشسترونياتي طبعا مواجهة من أهم المواجهات في الدوري الإنجليزي على مدار تاريخه. مواجهة دائما بينتظرها وشاك الدوري الإنجليزي. ليفر بول ومانشستر طبعا مباراة مهمة جدا. متمنى طبعا التوفير للنجمينة محمد صلاح الأخير مباراة في منشستر أحراز هاتريك طبعا. طبعا أكيد يوجد رد فعلا النهاردة من ليفر بول بعد التعادل في أول مباراتين. كمان مانشستر بعد خسارته أمام برينتفورد الساعد بردو. لا وأصيبك أنت بعيدا عن كل التفاصيل. فيه بقى اللقطات اللي الناس مستنية تشوفها محمد صلاح وكريستيان ورونالدو. يعني يا ترى إيه اللي حيحصل في اللقاء ده؟ دائما مثل مواجهات حماسية ومواجهات حساسة كده المباراة دي طبعا. فطبعا مبارا الفريقين عايزين نكسبه. ده متعادل وده خسران. فطبعا هما الاثنين عايزين نعمل رد فعلا. عايزين نكسبه. فهتم مباراة كوية جدا. وهتم من أمتع المباراة يعني في الجولة دي من البيامير ليج. على ذكر رونالدو قبل ما ننسى التفصيلة دي برضو. واضح إنه بقاءه مع فريقه الحالي مشكوك في استمراريته. مش كده برضو. كان فيه كلام طبعا من أول ما بدأ الفترة الأداد. إنه ما حضرش فترة الأداد مع فريقه. وكان فيه كلام جدا في الصحافة. أكتر من فريق كانوا يفاوضوا وفيه في عرض اترفضت. وفيه ناس اتكلمت على أكتر من فريق إنه ممكن رونالدو يسيب الفريق. بسبب إنه مش يشارك في دارة أبطال أوروبا السنة دي. فكذا كذا معلومة كده أو كذا أخبار بتنتشر إن رونالدو مش هيكمل فريق. كمان خاصة مع تراجع المستوى بتاع الفريق. والنتائج السلبية بتحصل. لكن برضو صدر التقارير تاني أمبارح والنهاردة. إن رونالدو قرر بقاء الموسم ده في مانشستر. فالحد دلوقتي أمره مش محسوم سواء هيمش أو هيقعد. بس أنا شايف إنه هو كريستان رونالدو يعني في مانشستر. بقاءه مش محبب لأنه مش هيحق حاجة مع الفريق. فريق وحش جدا. فريق اللي بيحصل ده سواء مع رونالدو أو من خلال متابعتك لحد زي ليونال ماسي ونيمار. المبدأ نفسه بتاعب من خرج من داره وتقلم داره. إلى أي درجة شايف إنه متحقق مع لعيبة النجوم عالميين كانوا عمليين أساطير مع فرقهم الأصلية. أنا شايف فعلا خروج رونالدو من ريال مادريد كان أمر بالنسبة له خطأ. خطأ كبير جدا. مش هزهبته على أن رونالدو كان لعب كبير. وبيحقق برضه أرقام ولسه بيكسر أرقام ولسه بيجيب أداء. بس تحسوا بالكتف حالية. بس طبعا مش هو رونالدو بتاع ريال مادريد طبعا دي معروفة طبعا والألقاب والإنجازات الشخصية اللي كان بيحقق. والترشح لكرة الزهبية وكل الحاجات دي كلها كان بتحقق في ناتي زي ريال مادريد. طبعا خروجه من ريال مادريد كان خطأ كبير جدا. وزي ما إذا شايف في الوقت يبيلعب في فريق نتائجه مش حلوة جدا في الدورة. يبيلعب في دربة أوروبا. ما بينافسش على حاجة. طبعا ده كان موضوك بيرني. ممكن رامس نفس الكلام في باريس سان جرمان. ما بينافسش أوروبيا. هو بس بيأخذ الدورة في فرنسيا أو كاس فرنسا. لكن بنشوف أوروبين ما بيحققش حاجة. طبعا ده صعب. زي ما الصراع في الدورة الإنجليزية بتدى يشتعل مبكرا. كمان صراع الهدفين بصفة خاصة. هو كمان ابتدى يشتعل. نحن لسه طبعا في أول المشوار. يعني الكبير فيهم جايب له 3-4 تجوات. يعني هم نتكلم في حتة من هدفين لأربع أهداف حتى هذه اللحظة طبعا. لأن لسه المشوار في أوله. لكن قائمة أفضل عشر هدفين حتى هذه اللحظة. على حد علم أن هي تخرج من محمد صلاح. يمكن لسه برضو لسه أول. هو عشان لسه نقول لك بداية الليفربول السنة دي في الدورة كانت مهزوزة تعادلين. يمكن صلاح أول ماتش خلص الماتش وأعتبر لأنه عمل أسست التعادل وعمل جون كمان. فمحمد صلاح طبعا بيقدر في الأوقات دي بيقدر يحسم المباريات. يمكن الماتش اللي فات ما حققش حاجة محمد صلاح في الماتش الأخير. لكن أنا شايف أن صراع الهدفين السنة دي في الدورة يبقى كبير جدا. السنة دي بالذات. في إيرلينج هلن طبعا في السيتي وفي جابريال خيسوس. وفي طبعا تسونات وتنهام طبعا سون هيونج مين وهاري كين. وطبعا محمد صلاح اللي هو هدف آخر ثلاث نسخ من الدورة الإنجليزية. فأنا شايف أن ثلاث مرات أخذ هدف دورة الإنجليزية. منهم آخر مرة مناسبة مع سون هيونج مين الكور الجنوبي. لكن شايف أن الخماس ده السنة دي هي نفس على هدف وهي فيه صنع قوي جدا. خاصة مع المنافسة القوية في الدورة الموسم ده. طب تعالى نسيب الدورة الإنجليزية ولو بشكل مؤقت ونروح على الدورة الأسباني. ومحاولة ريال مدريد الهيمنة والسيطرة المبكرة على الصدارة في مقابل برشلونة. طبعا من خلال مجموعة الصفقات الجديدة اللي هم عملوها. ولا سيما صدقة ليباندوفسكي اللي كانت حديث العالم كله في الفترة الأخيرة. شايف الدورة الأسباني الموسم ده والنسخة دي عامل ازاي؟ يعني ممكن نقول إن السلفات كان الدورة محسوم بشكل كبير. كان ريال مديد متفوق على برشلونة بشكل كبير جدا وحسم الدورة من بادري جدا. وده واضح إن ريال مديد السلفات كان متفوق. مش بس محليا كمان أوروبيا نقدري كمان يغلق ضربة أوروبا. وحق إنجاز كبير جدا كأول فريق طبعا يحق الإنجاز ده. لكن أنا شايف إن السنادي الدوري مختلف جدا. أنا شايف إن السراع هو سونائي طبعا بين ريال مديد وبرشلونة. كمان برشلونة السنادي مدعم بشكل قوي جدا صفقاته. أبرزهم طبعا ليفندوفسكي طبعا اللي سجل مبارح هدفين. كان سجل أول هدف ليه مبارح مع برشلونة من ساعة ما جاء الفريق. وسجل كمان هدف ثاني في نفس المباراة مبارح في الدوري الأسباني. فشايف إن السراع يبقى قوي جدا ونشوف كلاسيكو ممتع. السنادي في الدوري الأسباني. ممكن نريد مديد السنادي عنده منافس قوي. وهو برشلونة الغريمي التقليدي ليه. وبالصفقات وبالدعم اللي حصل مع طبعا مدير الفني تشافي هرنانديز. هيبقى فيه صراع قوي جدا في الدوري الأسباني السنادي. طيب خلينا بقى أنه بص بصة وانطول لطلع على الدوري الفرنسي. وطبعا الكام يوم اللي فاتوا كل وسائل التواصل الاجتماعي مشتعلة بالحساسيات اللي استجدت. أول اللي أعلنت بقى بشكل واضح في الفترة الأخيرة بين ميقابي وبين نيمار. وخصوصا بعد اللقطة الشهيرة بتاعت البانلتي اللي ضيعه من ميقابي والبانلتي اللي كانت داخل يشوته نيمار. وحصل كلام ما بينهم. وفوزة الكلام ده ابتدت بقى تعبيرات وجهه الاتنين الحقيقة بصفة خاصة من ميقابي بتقول إنه هو الدنيا مش هتبقى حلوة الفترة اللي جاية. وابتدنا نسمع كلام إنه هو بيحاول يستغل بنود معينة في التعاقل بتاعه. بمجابها بيطالب برحيل نيمار لأنه من وجهة نظره شايف إنه مفيش داعي لوجوده. لكن أكيد هتنعكس بالسلبة على الفريق ككل. الفريق اللي أثار يعني اندهاش ناس كتير بالصفقات اللي حصلتين مؤخرا. واللي نتج عنها أنت عندك كتيبة مليارديرات بيلعبه في الفريق ده نجوم العالم موجودين. في ناس قالوا بس ده نتيجة اللي حاصل ده. ده باريس سانجرمان حيولع الدنيا في الدولة الفرنسي. وحنشوف كرة ما شكناهش قبل كده. وناس تانية أحبطت لأن شافت العكس. انت شخصيا شايف إيه؟ زي ما قلت لحدك قبل كده في حلقة هنا برضو في البرنامج. كلمت على باريس سانجرمان حيولك قلت لي شايف النجوم دول يقدر يحقق دربة أوروبا. وقلت لأ مش هحققه. وفعلا ما حققه شريه ما يتخطي دربة أوروبا. هي مش بكترة النجوم ولا بالفلوس. الموضوع كله فني. فني وانضباط. أنا شايف أن الأداء الفني والانضباط هو اللي بيحقق بطلاط والاستقرار. أنا شايف أن باريس سانجرمان او احنا شفنا أن فيه جوم كبار جدا في الفريق. لكن عقد زي مبابي اللي اتعمل ده من عقد تاريخي في العالم كله. مش بس في فرنسا. عمل مشاكل كتيرة جدا في الفرق. نيمار طبعا أكيد طبعا أكيد يبقى فيه مشاحنات. وكيد أوجد ضميلة في قلوب لعيبة. ده أكيد. ده أكيد فيه ميسي ونيمار ومبابي. احنا أهم ثلاث لعيبان في العالم. طبعا ده عمل عمل مشكلة كبيرة جدا في الفريق. شوفنا طبعا الأزمة اللي حصلت في الماتشو والصحفة الفرنسية اتكلمت. وأزمة بين الاثنين لعيبة وفيه بنود في عقد مبابي. هو إلى عضربات الجزاء. وهو كل ده احنا شفناه. وتحقق في الموضوع كمان إن إدارة باريس سانجرمان عادت الاثنين لعيبة مع المدير الفني بتاع الفريق. وحصل زي صلح كده وحصل إن الموضوع عادة. بس أنا شايف إن الموضوع مش هيعدي. هيعدي الفترة معانا وهيرجع تاني. مع الموسم ومع الموشط لما تتلاهب. أنا شايف إن الموضوع هيكمل. وطبعا الأجواء دي مش صحية للفريق. ومش هيأخري. أنا شايف إن باريس سانجرمان هينافس على الدولة طبعا كعالعادة. بكاس بان مبارح سبعة. هيكسب سبعة ويكسب ثمانية. وياخد الدوري في فرنسي ياخد الكاس. لكن في أوروبا أنا شايف إنه مش هيعق حاجة. لأن في فرق تانية عندها عندها عندبوت. عندها حماس. عندها قوة. عندها كمان فنيا اللعبة في الملعب متوزعة. وعندها تفاهم اللعبتها من الضغينة. الحب والتفاهم والترابط. هو اللي بيسنع بطولات مش بس الفلوس. إحنا هنعمل إيه بقى أستاذ علي. إحنا نستنى شوية كده لما الدوريات تسخن أكتر وأكتر. والدرية تولع. تنورنا بقى في حلقة تانية ونكمل كلام على الدوريات الأوروبية إن شاء الله. أنا بشكرك على وجودك معنا نورتنا في حلقتنا النهر. بشكر حدك جدا. طيب إحنا هنطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع عشان نبتدي مع حضراتكم تاني وآخر فقراتنا الحوارية اللي هتنورنا من خلالها دكتورة إيمان المراكبي. وحوار حول اضطرابات الشهية. اللي مهتم يتابع.